السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أبناء وبناتي طلبة طالبات شهادة الأدادية هنواصل مع بعض إن شاء الله حلقة يوميا مراجعات عن منهج كله لأن في ناس قربت تخلص وفي ناس يستبدأ فالجميع هيستفيد إن شاء الله احنا جابل لكم نهاردة مسائل توصيل على التوالي والتوازي لأنها يعني مطلوبة شوية أو عاوزة فهم شوية فمعظمنا ما بياخدش دروس فنحاول بقدر الإمكان نبدأ الحل صفحة 169 نبدأ على طول كده إن شاء الله السؤال 11 وأنا كاتب لكم الرقم عندكم في الورقة ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم السؤال الأولاني اللي هو رقم 11 الموضح الكتاب هو حتى لما معاش الكتاب يتابع معي المسألة الأولية هنعملها بطريقة ايه حكاية توضح بالرسم لأنه دي مهمة بصراحة كافية توصيل تلات أعمدة على التوالي مرة وعلى التوازي مرة دي طبعا سهلة جدا جدا تعتبر من الأسهل الأسئلة ولذلك ما فيهاش لف ولا دوران كتير رقم واحد أنا عاوز دي 11 هاي بس رقم واحد ألف فقا فيها بنوصل على التوالي ازاي تلات أعمدة وصو كده إلى قد البطارية الأولى قد البطارية التانية قد البطارية التالت ما فيهاش مشكلة خلاص فمنبدأ نقول سالب الأول بموجب الثاني سالب الثاني بموجب الثالث سالب الثالث مع بعضه بره يبدأ على التوالي طيب رقم باء التوازي بيهدوء خالص بصوا كده أهو قد البطارية الأول قد البطارية التانية أو العمود التاني العمود التالي الأقطاب الموجب معا والأقطاب السالبة معا ويستحسن نامل كده دي موجبه وده ايه سالب يبدأ دي يتعلي ايه على التوازي خلاص أنا بعمل دي كده لأنني عايز ألمي لكم ألمي لكم الأسئلة كلها ايه مع بعضها أو المسائل مع بعضها دي رقم واحد نيجي رقم اتنين كيفية توصيل أربعة أعمدة يبقى عمل لي أربع أعمدة متماسلة زي بعضها قوة دفع الكهربية لكل منها واحد واثنين من عشر فولت للحصول على بطارية قدرها دي المسائل بقى اللي عايزة تفكير شويه سهلة بس محتاجة تفكير شويه بقى نركز على السؤال التاني بس عشان ورقة تطلع شويه تمام بيقول لي بقى المسألة رقم تلاتة طبعا المسألة رقم اتنين بيقول لي كيفية توصيل تلاتة أعمدة تلاتة أعمدة كهربيا للحصول على أكبر ركزوا بقى في السؤال رقم اتنين كيفية الحصول على ألف أكبر قوة دفعة كهربية لما تكون على التوالي يبقى التلاتة أعمدة زي ما عملنا فوق اهو اهي اركز أهو سالب الأول مع الثاني سالب الثاني مع الثاني مع الثاني موجب وسالب موجب وسالب موجب وسالب بس يبقى دهية أكبر ما يمكن يبقى ده رقم واحد أكبر ما يمكن ليه؟ لأن واحد ونص زائد واحد ونص زائد واحد ونص خلاص خلاص يبقى دهية خلاص دعوه بقى كده اقل ما يمكن اللي يبقى اقل ما يمكن اقل ما يمكن يعني ايه هنوصل على التواسي اهو بديه لنفس الرقم العمود او البطارية اللي عطهول يبقى بنعتبره اقل ما يمكن فان يعني لو العمود واحد ونص زي ما نشوف المسائل اللي جاية خلاص يبقى واحد ونص نيجي للمسألة رقم 3 كيفية توصيل كيفية توصيل اربعة اعمدة كهربية متمثلة دعوه بقى كده نشوف عايزين الحصول على واحد واثنين من عشر على طول وانا مغمض هوصلهم على التوازي يبقى رقم 3 الف فيها هنقول نصلهم نكتب لازم نكتب مع الراس نصلهم الثلاث اعمدة مع بعض على مين التوازي شمعنا يا مستر اني عايز هي هيه نفس الرقم تفانع التوازي بديني نفس الرقم بقى الوقت عملت على التوازي بس بس ولازم اوصل صح فيه ناس بعمله كده يعني لو عملت كده اخد صفر مع اني فكريته صح والكلام صح ولكن لم اصل البطارية التانيديات بالقطب بتاعه لان الموجب مع الموجب والسالب مع السالب هو ده التوازي ركزهم حاجات بسيطة وممكن تضيع وتقول والله اني حالل وتقولي والله اني حالة كويس ولكن انا ما جبت مجموع وحش ازاي خلاص يبقى الوقت انه كيفية الحصول على واحد واثنين من عشرة خلاص يبقى اي واحدة من دي واحد واثنين من عشرة يبقى التوتل كله واحد واثنين من عشرة طب نشوف السؤال التاني يعني رقم با عاوز اثنين واثنين من عشرة بس اعيزها بطريقتين الطريقة الاولين اولا هنوصل اثنين مع بعض على التوالي جبت الرقم هو فين الرقم يا مستر مع واحد واثنين من عشرة زائد واحد واثنين من عشرة ده اثنين واثنين من عشرة كلام جميل هو عاوز بطريقتين مختلفتين ولازم استخدم الاربعة اه تمام اه برضو الاثنين التانيين لوحده ركزه يا جماعة عشان مساء الحلوة وبعد كده اموصل الاثنين عالتوازي خلاص حصلت على كام اثنين واثنين من عشرة هنا واثنين واثنين من عشرة هنا بقى التوتل اثنين واثنين من عشرة المجموعة كلي يعني ده الطريقة الاولى يبقى ديه رقم واحد الطريقة رقم واحد ركزوا في الاجابات طب هو عاوز طريقة تانية وما نعمله طريقة تانية هنوصل ثلاثة عالتوازي والربعة عالتوال وماله في ايه في مشكلة لا اهو طريقة التوصيلات مهمة اشوف اني بعمل ايه يبقى السلوك ده متوصلة كده اهو ده الموجب مع الموجب عملت توصيلة تلاتة عالتوازي ادتني واحد واثنين من عشر وصلت ركبتها في واحدة كمان ادتها ليهيت يبقى ده الطريقة التانية حصلت على كام اتنين واربعة من عشر يبقى ده الطريقة التانية مهم جدا هزا الكلام اهي مازلنا في المسألة التالتة تعالوا المسألة الرابعة ده طبعا علامة الكتاب المدرسي مش علامة حاجة مميزة ولا حاجة ولكن برضو عشان نركز عليه لان معظم موجهين برضو بيحترموا كتاب المدرس يقول لك اأمن نفسي اجيب المسائل والحاجات دي من كتاب المدرس تمام المفروض الطالب او الطالبة يكونوا حلين مع المدرس بتاعهم تعالوا بقى نفكر في رقم اربعة مع واحد رقم اربعة ركزوا معي كيفية توصيل تلات اعمدة مسألة معناية في الكاميرا كيفية توصيل تلات اعمدة حط تحتها خط كده مش هيخص عليها حاجة قوة دفعة الكهربية لكل واحدة تلاتة فولت كلام جميل للحصول على بطارية قوة دفعة الكهربية كلية لا ركزهم تلات اعمدة عايزة احصل منها على تلاتة فولت ومال اوصل التلاتة على مع بعض على التوازي احصل على تلاتة فولت ولازم واحد كبير واحد صغير كده الموجب دايما كبير اتفاق علماء مش تألف مستر ولا حاجة اهو بقى دي الحجارة الكطب الموجب بتاعها الكبير السلب هو الايه الصغير ده موجب اهو وده سال انا عملت الوقت حصلت على تلاتة فولت هو ده اللي عاوزه في الاول اه يبقى دي رقم الف حصلنا على مين هنقول ايه نصلهم جميعا على التوازي نصلهم على ايه التوازي يعني ايه جميعهم يعني التلاتة التلاتة نوصلهم على ايه التوازي طيب هو عاوز ستة فولت ومال نجيب له ستة فولت ستة فولت هنوصل اتنين مع بعض خلاص بصوا كده اتنين مع بعض على التوازي الأول هيديني تلاتة فولت كلام جميل بعد كده هنوصل اهو verdict İit بعد كده هنوصله بالعمود التالت بس وجه جنبه شوية مش مشكلة بس مزبوط تلاتة فولت يبقى انا وصلت دول كانوهم حجرة واحدة كانوهم بطارية واحدة تلاتة فولت وصلت البطارية التالتة لنجب استخدم التلاتة أعمدة وصلت التلاتة مع التلاتة يبقى 3 و 3 يسوي كام 6 فولت يبقى حصلت ازاي وصلت اتنين على التوازي واقول له كلها في الوصف نصل اتنين أعمدة على التوازي فينحصل على 3 فولت كي أننا رابطهم ببلستر بعد كده دي كي أنها عمود 1 و 3 فولت أوصلها على التوالي مع من بطاريات 3 إذا نحصل على كام 6 فولت يبقى اديت المسألة رقم 4 نكتبين في المقدمة ان هنحل ستة بس النهاردة ان شاء الله ونراجع مع بعض كلا شوية ونبدأ نشوف هنعمل ايه تعالوا نشوف رقم خمس رقم خمس كيفية توصيل اربعة اعمدة كهربية متماسلة القوة يبقى اركز بس على داي اربعة اعمدة كل واحدة منها تلاتة فولت عايز احصل مرة على ستة فولت وماله وعاوز احصل مرة بكام تسع فولت يبقى نيجي الرقم خمسة كده وبيهدوك كده عايزين نحصل على تلاتة فولت من الاربع اعمد هنعمل ايه ادي تلاتة فولت عايز ستة فولت يبقى انا هقولي انه هنا تلاتة فولت وتلاتة فولت بقوا ستة طب انت عملت ايه انت استخدمت اتنين بانا هستخدم الاتنين التانيين ها هو ولا حاج اهو استخدمت الاتنين التانيين يبقى دي بقت تلاتة وتلاتة ستة تمام هم اصلا لازم استخدم الاربع يبقى دي بقت ستة فولت لانا وصلتهم مع بعض عالتوالي نفس الكلام دي بقت ستة فولت لانا استخدمتهم مع التوالي بعد كده وصل لاتنين ببعض هيبقى عالتوازي يبقى انا هصلت علىها الوزن يبقى نتيجة النهائية في خمسة اللي توصيل اتنين عالتوالي وتوصيل اتنين عالتوالي ثم توصيل كل اتنين عالتوالي كأننا ربطهم ببلاستر كلمة بلاستر دي بتريح شوية بتهدي شوية ان اتنين اعمدة وصلتهم مع بعض عالتوالي ومعرف طريقة التوالي ازاي خلاص دا ما انا عامل كده بالزبط السالب الاول نيها بمجاب التاني سالب التانية خلاص من السابع معادي هنا طيب عنشان هربطها بسلك اعملها بسلك خلاص هو ما بقى السلك بيبقى فيه تجاوف كده بنعملها في المعمل تمام يبقى دي الف تعال بقى عايزين نجيب تسعة هنجيب التسعة ازاي من الاربعة ايه المشكلة ما في مشكلة يعني ايه ما فيش مشكلة انا عندي اربعة لو وصلتوا مع التوالي هيدون اتناش تراتة في اربعة باتناشة دهوا عوز تسعة ايه العمل ولا حاجة هوصل اتنين كده خلاص وهوصل واحدة هنا اهو واحدة هنا تمام في مشكلة لأ ايه اللي انا عملته ده هو انا بقلف لا ما بقلف dubi ما هي دي صح كده تلاتة فولت يا جماعة واتنين على التوازي تلاتة فولت واحدة الواحدة تلاتة فولت تتبقوا ايها تمام كده يبقى وصل اتنين على التوازي تمام والي اتنين على التوازي هتتصل بوحدة على التوالي النهيدي ووحدة النهياد بهدوء وخالص والأمور سهل يبقى 3 و 3 كام 6 و 3 كام 9 يا مستر انت عمل لي هنا 2 توازي اه ما كإني لزقتها بلاستر كانها حجرة واحد كانها عمود واحد يبقى دي رقم ايه باء وكيف نحصل على مين على هذا الايه المنظر او هذا ايه الشكل نبدأ بعد كده رقم 6 واخر واحدة في حلقة النهاردة عشان فيه ناس بتتضايق من طول الفيديوهات والرفع والنت والمونتاج ده وشه بصراحة بس ما يهمش عشان خطركم بس عاوزين مشاركات ومعليش لو انتوا فهمتوا حاجة عاوزين الفيديوهات دي تلف في الكرة الارضية المهاردة ليك اقارف في الدولة العربية بعد دولة اجنبية بعد كله بياخد المنهة الجاه جماعة فيه ابناؤنا في الخارج بر خلاص نبعد في جمال المحافظات في جمال ايه الجروبات اللي معانا يعني الجميع يستفيد الجميع وكلمة الجميع دي حط تحتها خمسين خط كيفية توصيل اربعة اعمدة بداية كلامي اهو ياريتني فهم خط وخط اربعة اعمدة القوة الدفعة الكهربية الكل منها ايه واحد ونص فولت حال للحصول على بطارية القوة الدفعة الكهربية كلية له رقم واحد بيقول لي الف بيقول لي اعيز واحد ونص طب واحد ونص هجيبها ازاي من الاربعة اتفقنا نوصلهم لاربعة التوازي ده قاعدة اه قاعدة عامة كمان يبقى الاربعة بتوصلوا على التوازي هتديني كام نفس الرقم وباعتبروا اقل قوة دفعة كهربية يعني ممكن يشل ديت واحد ونص يقول لي اقل قوة دفعة كهربية يبقى وصلنا الاربعة على التوازي حصلنا على ايه يا جماعة على واحد ونص فولت وده المطلوب اللي هو عايزه اهه واحد ونص فولت الف سلامية الف تعالوا رقم ايه ايه دال هاته دال اش مهنة يا مستر بتنقي يعني لا ما هو عايز دال ايه دال ستة فولت يعني ايه ستة فولت لما يطلب مني ستة فولت من erfahren باطريات فولت عندي بين خلص الاخر ستة فولت خلاص من اللي اربع باطريات اوصلهم اللي اربعة التوازي يفهموا الهدف انا جيبت دال ليه يا مسترمش بالترتيب محدش له عندنا حك خلاص وانت لو عملت كده في الامتحان حد هيكلمك لا مهم الاجابة تكون صح بصوا كده سلبي الاول بمجاب الثاني سلبي الاول بمجاب الثاني وهكذا خلاص يبقى دي واحد ونص بنجمع بقى الاربع بيدي الشطارة يبقى فهمين بنعمل ايه او هندرب واحد ونص في اربع المهم التوتل القوة الدفع الكهربية بيساوي اربع في واحد ونص او نجمع واحد ونص زائد واحد ونص زائد واحد ونص زائد واحد ونص هتساوي كم يا جماعة ستة فلت وهذا هو المطلوب في رقم ايه دال يلا تعال نشوف رقم بق ورقم جيم رقم بق طالب مني تلاتة فلت بيه تلات طرق مختلفة رقم بق نركز فيه خلاص رقم بق ايه حكيت عايز تلاتة فلت بايه بتلاتة طرق مختلفة اول طريقة اتفضل يا استاذ هو عايز تلاتة فلت ركز اللي اقول اده اول طريقة تلاتة توازي بواحد ونص فلت اضف لها واحد ونص فلت هنا الواحد تمام يبقى التلاتة عالتوازي دول كأنهم حجارة وبطارية الواحد خلاص هربطهم ببلستر كده هوا بقت حجار هعملها مع واحدها التوالي خلاص يبقى حصلنا على كام 3 فولت يبقى المنظر 3 توازي واحدة توالي ده اول طريق ركزوا معاي وعاوز 3 طرق اتفضل يا أستاذ الطرق التاني 2 على التوازي 2 على التوالي مع بعض 2 على التوالي مع بعض وتوصل 2 مع بعض يبقى ده هنا 1.5 لو سبت ده فاطية اخد صفر معاني حلل صح يبقى ده هي 3 فولت ودي ايه 3 فولت ما هو عاوز 3 فولت ما احنا قلنا 1.5 و1.5 كام 3 فولت خلاص يبقى المجموعة انه كام 3 فولت زي ما هو طال طب هنا طالب مني 3 فولت بس بطرق تاني اوصل 2 مع بعض على التوالي هيديني 3 فولت كأنها حجارة واحد هنا 2 على التوالي كأنهم حجارة واحد اوصل الاتنين على التوالي هيديني كام 3 فولت ادي الطريقة التانية طب الطريقة التالتة يا مصدر يبقى ده الطريقة الاول نيه بمثلسة هي رقم اتنين بمثلسة هي 3 بمثلسة هي ده هي يا مصدر ولماذا بتعسر ولم يقنز amam بمثل часов neh اثنين ولم تنقف اثنين ما له كافة بطارية. هو بعمل لي كده عشان يشوف انك انت عارف وعارفة التواصلات ازاي. يبقى دي اصبحت تلاتة فولت تمام. خلاص يبقى بطارية تلاتة على التوازي والتانية على التوالي. خلاص يبقى داتني ايه? المطلوب. نيجي لاخر جزئية النهاردة رقم جيم طلب مني اربعة ونص فولت. جيم طلب مني اربعة ونص فولت. من الاربع بطاريات اه. ايه المشكلة? اولا انا هعمل واحدة. لوحدها كده. على التوازي. خلاص. واتنين. على التوازي وواحدة برة كده. ركز يا مصر تاني كده. اه. دي واحدة ونص. تمام. فولت. وده واحد ونص. ليه? لان انا موصلهم الاتنين على التوازي. الاختاب المجابة معا. والاختاب السالبة معا. كلام جميل. كانها حجرة واحدة وبطارية واحدة. تمام. يبقى اتصلت بواحدة ونص هنا. وهنا ايه? واحد ونص. لو جمعنا. جمع يعادي خالص. واحد ونص واحد ونص تلاتة. زائد واحد ونص بقى كام? اربعة ونص ايه? فولت. يا ريت. نكون. وصلنا المعلومة ببساطة. الكلام ده كله في صفحة مية تسعة وستين. زي ما نكتب لكم في بداية الايه? الحلقة. السؤال رقم حداش. خلاص. وقدت نوضح الكتاب في الصورة عشان اللي معاش النص خادي. او لو ما معاش الكتاب. خلاص. طبعا في معلومات انا كتبها لكم هنا. يا ريت نقراها كويس. بنقول في موقع عاملهوت مصطفى رجب دوت كوم. ندخل عليه في كل حاجة. كل ما نتخيل ومن ربع ابتدائي لتلتة سنة. خلاص. فيديوهات كمية فيزياء احياء لنا اخوات في سنوي. الجميع يشارك ويبص ويتفرج ويستفيد ان شاء الله. القناة الخبير في العلوم او قناة مصطفى رجب خبير العلوم. الواتس عندك رقم الواتس. خلاص. المسينجر اللي عنده مسينجر. في ناس عندها مسينجر ومعندهاش واتس. في ناس عندها واتس ومعندهاش مسينجر. مصطفى رجب او مصطفى مصطفى رجب او مصطفى رجب خبير العلوم. اي حاجة منها بتدخل ايه مسينجر على طول معايا طبعا للتشاور للأسئلة خلاص بإذن الله مستر مصطفى ركب يحييكم مدينة نظوميات الجديدة ما قلتش هتكلم تاني ان انتو تعملوا لايكات لان دي طبعا بتعمل نشر القناة بتخلينا عندنا طاقة ان نكمل معاكم مش عملية مصلحة وانت اما حاجة مستر للاشتراكات واما والاشتراكات دي الحلقات دي مجانة ما زالت بعض الناس بتفكر اشتراكات يعني بتدفع فلوس احنا بنشترك يعني بنضغط على الاشتراك في القناة عشان يوصل لنا كل الحلقات الجديدة واي حلقات بعدلها في قائمة التشغيل بتعرفوها لان فيه المنهج كله مشروح المنهج كله مشروح بس عايز يتنظم بس لكن موجود في قائمة التشغيل يعني منهج تلت اعداد كله بالمسائل بالاسئلة بالمحافظات كله موجود حتى فيه محافظات السنة دي والسنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها كلها موجود هي عملية تنظيمية بس وان شاء الله بتخلص فيه خلال ايام الجاية مستر مصطفى رجب يحييكم مدينة التنميات الجديدة الى اللقاء وعاوز الف اشتراك والف دقيقة النهاردة يعني عايزين نشتغل ونعرف زميلنا بالقناة لان فيه ناس كتير لسه ما تعرفش الى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر